إلى طنجة وخلال حفلين ترأسه وزير صناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ملاي حفظ العالمي بمعية مارك تاك رئيس والمدير العام لسيمنس جامسا لأطاقة المتجددة تم رسميا تدشيل مصنع جديد لشفرات التوربينات الريحية باستثمار مالي إجمالي يقدر بمئة مليون أورو ومن شأن المشروع أن يخلق حوالي ستمائة فرصة أعمل روبرتاج فؤاد العزوزي ومحمد ريش هو قص شريط افتتاح مشروع مصنع ضخم هو الأول من نوعه في صناعة شفرات أعمدة الطاقة الريحية في إفريقيا والشرق الأوسط بتكلفة مالية تناهز مئة مليون أورو أنجزت هذه الوحدة الصناعية بطنجة على مساحة ثلاثة عشر هكتارا من طرف شركة سيمانس الرائدة عالميا في تكنولوجيا الطاقة النظيفة حجم الاستثمار يناهز مليار ومئة مليون درهم هو مصنع مهم للغاية لتصنيع شفرات الأعمدة الطاقة الريحية التي تصنع اليوم يصل طولها إلى ثلاثة وستين مترا ولكن في المستقبل ستصنع شفرات بطول يقارب ثمانين مترا وهي الأكبر في العالم ونحن اليوم نتفاوض مع شركة سيمانس لتوسعة الوحدة ومضاعفة مساحتها بإضافة اثني عشر هكتارا الوحدة الصناعية الجديدة التي أقيمت بالمنطقة الصناعية لإنتاج السيارات بملوسن وحي طنج ستنتج أولى الشفرات المصنوعة بالمغرب التي ستصدر إلى تسعين بلدا انطلاقا من ميناء الطنج المتوسط المقاولات المغربية ستساعدنا حتما في عملنا بهذه الوحدة الصناعية بالإضافة إلى وزارة الصناع والتجارة المغربية ومعا سنحقق النجاح حاليا عدد مناصب الشغل التي نوفرها بهذه الوحدة ينهز 1100 منصب شغل بينها 600 منصب شغل بشكل مباشر افتتاح وحدة تصنيع شفارات الأعمدة الطاقة الريحية بطنج ينسجم مع الهدف المعلن من طرف المغرب بإنتاج 52% من الكهرباء انطلاقا من الطاقات النظيفة في أفق 2030 بينها 20% ستنتج بالاعتماد على الرياح